السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة مرحبكم الناس اللي يتامعين في كل مكان حلقة اليوم حلقة مختلفة هنتكلم فيها عن أبرز اللغطات اللي كانت في مباراة الهلال من نقاط إيجابية كانت بالنسبة لينا أخطاء كانت بالنسبة لينا الفريق التنزاني تحول الهلال في الجيم أسباب التحول وعدم الاستفادة من الفرص اللي كانت موجودة موجودة القيم بشكل عام قبل ما يبدأ الناس عارفة أن الشباب التنزاني ككتاب بالنسبة لي كتاب مفتوح والهلال لاعب أنه شايف الفريق التنزاني بيلعب على مستوى الدوري الجاهزية اللي موجودة فيها وقبل المباراة يتكلمنا عن أن الفريق التنزاني عنده أفضلية جاهزية على مستوى الهلال لكن ما في أفضلية تاريخية أو حتى أفضلية الفريق عنده خبرات على مستوى الفريقي وخلونا نكون برضو متفقين في حاجة أن الخبرات اللعيبة هم اللي بعملوها ومش الإسم المكتوب على التشيرت فمن الواضح أنه الهلال من بداية المباراة في لوران إبينغ عنده وضعية واضحة أنه عايز بقدر الإمكان يشوف أفكار الفريق التنزاني في بداية الجيم عشان كده كان في حذر كبير جدا هنا شفنا موفق صديق مباشرة يشتغلوا عليه بالشكل كبير في أنه عارفين في الجانب الأيمن الهلال عنده مشكلة بتاعة توظيف دايما ما بيشوف الحل الخاص بالإحلال أو حتى بأنه يكون في لاعب اللي هو مولف في الجانب الأيمن دايما ما بنلقاه بيكون موجود عشان كده شوفنا موفق صديق اللقطة دي مباشرة للاعب ما شبهه وبكل سهول الموفق أصلا هو ما لاعب طرف أيمن عشان كده حتى السؤال اللي ظهر به في المباراة ما بيسأل عنه بشكل كبير بالنسبة الصلاة عادل الكورة دي كان مفرط يكون كارت أصفر كان في مكان الكارتة التانية اللي أخده في الشوطة التانية كان في مكان يكون الكارتة الأحمر يكون يعني غايب عن المباراة اللي حتكون حاسمة جدا جدا لكن كويس إن الحكم ما كارت اللاعب أصفر في هذه اللقطة والمباراة لسه يعني بتبتدي الهلال بشكل عام شفنا إنه حتى الفريق التنزاني يعني ما أدى الهلال فرصة إنه يفكر إنه الفريق التنزاني حيلعب بيات وضعية نحن هجوميا في الشوط الأول والشوطة الأول بالذات كنا هجوميا في توهان كبير جدا ما كان في فعالية الهجومية التي محتاجها الفريق التنزاني لعب على إنه يلعب على الأطراف على العمق على كل الانتجاهات حاب إنه يخذتك تحت الضغط في تحت الضغط ويعمل لهم من دقي إنه يكون في سيطرة كبيرة جدا جدا بالنسبة ليه ويقنعك في كل في كل الوقت إنه هو كفريق عايز يسجل أو حتى هو عنده المفضل عليك يعني هنا كلالا بينزل استلم بيد اللاعب اللي هو لاعب خط الوسط أعتقد إنه بيمشي مباشرة لأنه يكون المهاجم الصريع عشان تعرف إنه حتى اللا مركزية اللاعبين على فريق الشباب التنزاني في إنهم يعني حتى لو يتم مراقب كلالا في إمكان في واحد تاني يجي يطلع ويعمل أفضل شغل فشوف حتى في الأطراف شوف حتى شوف المهارة الفردية العالية جدا 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 بالنسبة لعبت الشباب التنزاني في بعض اللاعبين في الشباب التنزاني جماعة إمكانياتهم على المسلول الفردي عالي لدرجة بعيدة عشان كده بيشوف إنه المرور بكل سهولة هنا بين أقدام اللاعب عبدول بعد ذاك أخذ تاني إبراهيم إمورو ولو ركز كان في إمكانه تكون أخطر من كده على الهلال شوف الأطراف دائما ما كان الشغال عند الشباب التنزاني دائما أطراف شوف هنا عدم رقابة شوف بريم إموروين الكورة دي بتتلعب مباشرة لكن شوف تدخلات أبو عشرين في الكورة دي تحديدا بتتعاكس بكل بساطة أبو عشرين تدخل أول شوف تدخل الثاني أبو عشرين لو ما تدخل مع كلالة في اللقطة دي تحديدا هو بيجى قريب من إنه حتى يتابع تدخل الثاني أنا متأكد كان في إمكانه تكون أخطر من كده بكتير شوف تدخل الأول أبو عشرين تدخل أول عفوا كلالة لوحده تماما التدخل الثاني أبو عشرين لأنه يعمل على تغطية بيده لو ضربت في أي مكان مع ضغطة جمهور ممكن جدا تتحسب ركلة جزاء بحكم أنه الحكم الثالث أو الحكم الثاني اللي موجود في الجاري والبجاي اللي هو في ظهر صلى عادل فالحكم ممكن ما يكون شايفه مع ضغطة جمهور عادي جدا نحسب على ركلة جزاء تدخل أبو عشرين بيده كان تدخل مميز لدرجة بعيدة جماعة جمهور الشباب التنزاني جمهور كبير لدرجة بعيدة الشي الجميل أنه برضو بتشوف أنه اللون الأصفر والأخضر غالب على الملعب ودي الرسالة اللي بنقدمة دايما لجماهيرنا في السودان أنه يعني شويا نتعلم الحاجات دي في أنه دايما التشارتات الخاصة في النادي نحاول نشوفها هنا زي ما أقلت لك أنه في تعليمات واضحة أنه الجانب الأيمن في الهلال ممكن يكون هو أضعف الجوانب وده أصلا كان واضح ودايما زي ما أقلت لك ما باللوم موفق أنه يكون في الجانب الأيمن هو كاللاعب الأفضل في الهلال أو حتى أفضل طرف في السودان واحد بيلعب جناحه مهاجم من نشأ وجيت للأنت ووظفته في الجانب الأيمن لو قدر قدم لك خمسين في المئة من الشغل الدفاعي والشغل الهجومي فده يشكر عليه وتحاول تعمل حل جزري اللغطة دي لغطة صعبة لدرجة بعيدة يعني لعب الشباب التنزاني أنا متأكد اللغطة دي لو أتعامل معها بأفضل من كده كان في مكانة تتسجل هدف لأنه عرضيتها محسنة ما في رقابة لللاعب ما في حتى ترتيب لرقابة اللاعبين لأنه اللاعب ده بكل بساطة أضاع الكورة وجو مانو بيعاين فيه لغاية ما جاء ضرب الكورة راسية لغاية ما مشت في الاتجاه التاني عشان كده الشباب التنزاني يعني زي ما قلت لك هجموك بكل شيء هم مرتبين أن يهاجموا بكل شيء أنا بالنسبية لمن جارجو عمل جيم كويس عمل جيم في المتوسط بس المهارة الفردية الممكن تكون ما في مكانة ما بتفيد بيشيه دائما ما تفيد بيشيه ركز معاي موفق ركز معاي موفق موفق يعني يعني أخدوه يعني يمين وشمال ومركزين في الجانب الجانب الأيسر بالنسبة للشباب والجانب الأيمن بالنسبة للهلال مركزين فيه بشكل كبير في إنه المكان ده فيه ضعف من أول مشوار لموفق خلاص التركيز بيقى إنه تتلعب على الجانب الأيمن لأنه الجانب الأيمن للهلال لأنه حتى براهيم إمورو في بعض الفترات كانت تدخلاته كانت كويسة جدا لكن موفق بعد الكرت الأصفر اللي أخده في تدخل الأخير يعني ثلاثة مشاوير أو حتى ثلاثة حوار فردي شوفنا موفق بيكون بعيد تماما عن الامتياز عشان كده خاف انه داخل الـ 18 انه ياخد ركلة جزاء عشان كده اللاعب مرة بكل سهولة وحتى هو ما سأله أما بالنسبة لإمكانيات اللاعب ده فهي إمكانيات كبيرة جدا ده لاعب مهاجم صريح في الصندوق بيجي على مستوى خطة الوسط وبعمل المهارة الفردية بالمستوى العالدة لمين جارجو مميز في بعض الحاجات لكن المهارة الفردية أحيانا دايما بيعملها في مكان ما مكان يعني بتعمل مهارة فردية إنت محتاج أنه تستخدمها في مكان عشان تقدر تفيد بها فريضك بشكل أفضل لكن دي أنا ما شفتها لاعب صح واعد عنده الكثير ممكن يقدمه بس ما أعتقد أنه في الأدوار الإقصائية إنت ممكن تستخدم لاعب ما يضيف لك شفنا ياسر مزامل أشياء الله تاني لما نخشه شوف شوف عزيزكي والتزديدة اللي كانت صعبة لدرجة بعيدة التزديدة دي بنتكلم يا جماعة عن عن لاعب حاليا ما قدامه أي رقابة يعني الجانب الأيسر لو مفروض يكون يكون موجود أقرب من كده في الجانب ده أو حتى عبدول أجي أقول في أنه يكون في رقابة أكتر من كده لأنه من الصعب أنه أخلي لاعب عنده يسري يعني يسارية تكون صعبة جدا جدا فما بخليه يكون اللي هو فاضي بالطريقة دي فلابد منه تكون في رقابة رقابة بتاعت اثنين وثلاثة شوف المهارة الفردية جماعة المهارة الفردية عالي بالنسبة لعبت الشباب التنزاني في بعض اللاعبين كده عندهم صدقة كبيرة جدا في أنه يمروا من واحد واثنين وعلى المستوى الفرد زي ما قلت لك إمكانياتهم عالية إمكانياتهم عالية يعني كانوا لغاية الدقيقة كم وثلاثين هم بيقدموا في جيم كان مميز جدا شوف المهارة الفردية بكل سلاسة يعني صدقة كبيرة جدا يمر من الاثنين أو حتى التلاتة بس الشيء كويس إنه في الهلال يعني حتى ولو مرت من واحد أو اثنين كان في تعليمات واضحة إنه لا بد منه تنهاء الهجمة لغاية هنا حتى ولو بالفاول وده وضع طبيعي لوحدة من المباريات اللي حتكون صعبة جدا جدا شوف شوف المهارة شوف الحركة وشوف عدم التغطية والتزديدة كانت صعبة جدا بالنسبة لأبو عشرين كابو عشرين يتعامل معها بشكل أفضل يا جماعة الكورة بتاعة عزيز كايدي أنا على ثقة تامة إنه يعني لو كانت شوية لغة حارس شوية مهزوز أكتر أو حتى ما في يومه حتخشقون لأنه ما كان في رقابة نهاية بالنسبة للهعدة عشان أنت بعدين لأنه حتى عبدالله أجوه كان بيتمشى معاه في الجزئية دي يعني تزديدة كانت قوية لدرجة بعيدة شوت أول طبعا انتهى بالتعادل السلبي شوت أول ظهر فول هلال كان بمستوى فيه ثبات عالي لكن من غير فعالية هجومية الشوت الثاني يعني شفنا لسه الفريق التنزاني بيحاول ويحاول أنه يسجل الأهداف كلالة دائما ما كان المزعج لدرجة بعيدة تدخلات كويسة جدا هنا تدخل كويس من موفق اللي هو مشاركة مع اللاعب الطيب عبدالرازي قال أعتقد أنه برضو في الجيم ده قدم جيم كويس جدا جدا نشوف هنا العرضيات كل شي كان بينذر بينه الفريق التنزاني بيحاول بقدر الإمكان أنه يهاجمك بكل شي شوف اللغطة دي شوف اللغطة دي لمن جارجه كان فيه إمكانه يطلع الكرة مباشرة هنا ما استلم شوف شوف الهدف هدف يعني صعب هدف ما بيسأل عنه أبو عشرين هدف يعني أقل شي كان في الإمكان أنت يعني يكون فيه تغطية في الثمنتاشر لللاعب كلالة الناس عارفين كلالة لو لو هو كمهاجم حيسجل بس من وضع الإنفراد أو حتى من وضع الرأسيات ويتعملت حسابك على الحاجات دي ففي حاجة تانية بنسبة المهاجم ممكن تكون أهم اللي هي الحل حل المهارة الفردية والحل الفردي دايما ما بيكون بييجي في المواجهات وشوفنا الفرحة اللي كانت كبير لدرجة بعيدة من جمهور الشباب التنزاني ما عدا جمهور سيمبا ما كانوا مبسوطين من الهدف ده لكن خلونا برضو نرجع لجزئية مهمة جدا تخص التسجيل وطريقة التسجيل وعدم الرقابة المفروض يكون موجود محور الارتكاز بعيد تماما صلى عادي المطلوب أن يمشي قدام سينجوني في التغطية من الاتجاه التاني عبدول أجغول مفروض أقرب واحد ليدا ما يعني أقل شيء أعتقد أنه مفروض تكون في رقابة أفضل من كده يعني رقابة حتى لكلابة مفروض تكون واحد قصات كلالة والتاني يساندوا في أنه لو مر منه أو حتى عمل أي حاجة إنته محتاج تحاول تجيب لها رقابة تكون بينفر أو حتى اثنين أو حتى إنقضاض يكون من واحد لأنه حتى الشباب التانزاني ما كانوا بيجيدوا الضربات الثابتة كان في إمكانك تعمل شغل أفضل من كده لمن جارجو ركز معي لمن جارجو ركز يعني اللاعب يا جماعة ما عنده القوة البدنية اللي بتخليه أنه يطلع ويأخذ الكورة اللي قدام يا دوبك استلم كويس في مساحات ضيقة يمر الكورة كويس لكن ماذا بعد ذلك يعني مكابل اللوبو أكيد يعني حتى الناس ممكن أنا واتغ تماما إنه حتى لو فيه جيمة الشباب التانزاني ما ظهر لك بالمستوى الأفضل فهو ممكن جدا في الجيم بتاع المباراة هلالي صهر بمستوى يكون أفضل من كده لمن جارجو موهبة بس لسه تحسك إنه ما في حاجة ممكن أنا أخذ منه في التوقيت الحالي عشان كده أنا أتمنى إنه حتى في المباراة جاي وارج جدا يا جماعة يعني الفرص لغايتنا بالنسبة للشباب التانزاني كانت فرص كبيرة جدا شوف الهدف يا جماعة الهدف جميل لدرجة بعيدة من ناسبه وبعشرين ما قصر في الجيم بشكل عام وبعشرين تدخلاته كانت كويسة جدا يعني ظهوره أو حتى يعني عودته بعد الغياب ده كله يجسر بالمستوى ده فثقة كبيرة جدا جدا ممكن جدا يعني يخلي عيسى ففانه هو اللي بيكون على ذكة البودلاء الهجمة دي برضو هنا كانت من الهجمات اللي خطر لدرجة بعيدة موفق بعيد تماما عن الامتياز لكن بيعود ويحاول يغطي مكانه لكن يعني أنا بالنسبة لي دايما لما يكون في طرف مولف مسؤول من انه يعمل الشغل الدفاعي أنا كنت أتمنى انه يكون مسؤول من الشغل الدفاعي بنسبة مليون في المية بعد ذاك لو في شغل هجومي وما في ضغط ما مطلوب منه يكمل ليه قدام عشان كده موفق دايما حتى لو جانبه الامتياز دايما بيكون بالجوارب الهجومية المطلوبة منه دايما بيمشي ليه قدام في الجزئية دي برضو يعني فشل فيها فشل كبير جدا جدا ولو ركزنا مع الهجمة دي بزاد ده هجمة باعتبارها قون لكن لو ركزنا لتغطية اللاعب موفق برضو في نفس الجزئية البتكلم في أستعاده انه كان طالب من لامين جارجو انه يمرر له عشان يمشي يعمل انفراد شوف موفق وين قاعد يعني على الجانب الأيمن هنا فوق صلاع عادل جومانو حتى كان زعلان من المين جارجو فيه نوضيع الكورة دي وموفق حتى التغطية بتاعته مفروض معطي عبدالرازك في الجزئية دي لانه الطيب طلع من مكانه عشان يغطي بره وموفق جماعة ما ظاهر هنا تماما فبالتالي كان في ممكن تكون في فراغات لو كان لهجوم باتنين أو حتى ثلاثة كان في مكان الكورة دي تكون هدف بس كرالة برضو من ما في بحاول يسدد عشان يسجل يعني الكورة كانت قريبة جدا جدا من لعبتها كانوا عادين العدة في انه يتعاملوا معه بشكل طيب لكن يعني ما يعني خدعهم في كورة القول لكن اي كورة غير كده كانوا هم كفيلين بانهم دايما يؤملوا دفاع بشكل افضل عبدالله اجا قول العرضية اللي كانت كويسة جدا جدا عدم الانسجام وحتى عدم التفاهم المفروض يكون بين اتنين على فكرة دي فرصة مفروض تكون قول لانه لما انا المدافع القدامي يعني يجلي الكورة مفروض ان اسجل قول زي ما شوفنا الغربار مجرد غلطة في كسر من الثاني هو سجل قول فعشان كيتم احتاج المهاجم اللي بيتمتع بالحسة التهديفة العالي لدرجة بعيدة برضو دي واحدة من الحاجات اللي مفروض كان عبدالل استلم ويمرر مش مباشرة يلعب بالطريقة اللي اعتقد انها غير جيدة بالمرة صلى عادي لتدخل الاخد فيه كرت اصفر كان في امكانه يكون الكرت الاحمر لانه تدخلها زي دي ما بتكون بالمسطوة الافضل يعني يعني دايما لازم اللاعب تجنب الحاجة لانها ما حتفيده بشكل كبير بالذات في المباريات الاقصائية المباريات اللي حتى بتلعب بشكل اساسي ومحتاج لك تكون موجود في المباريات عندنا بالنسبة للفريق التنزاني بيحاول طبعا بقدر الامكان يمعد الهدف بتاع الهلال شوف ياسر المزمل سرعته عرضيته فاهم الغربال غلطة هدف مباشرة الغلطة بيقون عند الغربال يعني الغربال دخل في زمن اقل من دقيقة 67 مباشرة سجل هدف التعادل هنا كان التحول الكبير جدا عمل ازاعي جدا في الجانب الايمن يعني هدف مباشرة شفنا الانطلاق اللي كانت قوية جدا 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 اللي ما قادر يعملوا لمين جارجه وعملوا يا سلم الزمن في انه عمل يزعاج جدا في الجانب الايمن شوف صلاح عادل مباشرة يعني لوب حركة في المساحة الفاضية ده ما استلم ما فكر طوالي قال لك انا امرر الخطأ بيقون مع الغربال فعشان كده دي واحدة من الحاجات المهمة جدا في انه في اتنين من اللعيبة بيفهموا بعض وده ده جزء من التحول الكبير جدا اللي عملوا بفوران ايبينجي في انه ادخل الغربال وحتى اللاعب ياسر المزمن اللي اتنين نلعبه سوى مشجع سيمبا التنزاني او حتى مشجع سيمبا التنزاني مبسوط لدرجة بعيدة وممكن يعني دي واحدة من الحياة اللي ممكن اني الهبت حماس الجمهور جمهور الهلال بشكل عام في انه شافوا جمهور سيمبا بشجع الهلال. ابراهيم يمورا جماعة تدخلات تدخلات كويسة لدرجة بعيدة جماعة شباب التنزاني بعد الهدف اللي سجلوا الهلال برضو حاول على القوم بالشكل كبير وكان عنده فرص سانح لانه يكون فيها تسجيل. الاهم من ده انه الهلال مباشرة زي فرصة زي دي بعد التعادل مباشرة بيجيك فرصة يعني فرصة كان في مكانة هي كفيرة تخلي لمباراة اثنين واحد. ما كان بني لوبو مباشرة اللاعب بتاع سيمبا لقم خمستاشر يعني غطب بشكل متميز. تغطيته قطارة عالمية. يعني قفل مساحة انه انت ما تقدر تمرر لياسر مزمل في الاتجاه البياي بس كان في الامكان انه يتصرف معاك تلو من كده. شوية مهارة فردية منك اللاعب او حتى الغرباء الجاي وكمان حتى اللاعب يعني دي كلهم جايين فالناس دي كله فاكروا انه خلاص على وشك انه تكون قون ودي الفرصة التانية على التوالي بعد القون. شوف هنا برضو يعني الشباب التنزاني بيمر بكل سهولة من اللاعب اللي هو اللاعب ابراهيم امورو في الجانب ده تحديدا وكمان الضربات الركنية اللي يمكن اعتقد انه دفاع الهلال التعامل معاه بشكل طيب ابو عشرين وطريقة الخروض بالكورة. شوف الكورة دي يعني مفروض تكون قون. يعني ركز معاي شوف ماكابي ليلوبو وين. هي هو لو سدت صح قون لو سلم لي ماكابي ليلوبو في الجانب الثاني قون شوف انتو كم نفر. يعني لو سبتت هنا الكورة دي ممكن تمر في الاتجاه اللي هو المكان اللي فيه الاضاءة حقه الشمس دي. كان في مكان يكون هدف. سددت انت بطريقة افضل كان في مكان تكون هدف. يعني اختيار الزاوية بشكل افضل في اسر المزمل يعني اسط الكورة دي يعني ما ما عمل فيها افضل حاجة ممكن يقدم في الجانب ده تحديدا. ف واحدة من ابرز الحقيقة اللي كان مفروض يستفيد من الهلال انه استفيد. يعني شوف الفرصة دي لو دي يعني هدف الكورة دي هدف خلاص يعني انت اضعت فرصتين بعد تسجيل هدف التعادل والافضلية اللي تكون نتكلم عنها في الشوطة الاول في حضور ذهني وحاجات ودفاع وكل شي كنت بعيد منها تماما. هنا برضو فرصة الغربال اللي كانت برضا كفيلة بين نتخل النتيجة 2-1 يعني ان المباراة بعد دقيقة 67 لغاية الدقيقة 80 وحتى 85 شوفنا فيها كمية الفرص اعتقد انها يعني خلت الجيم يتحول من جيم فيه حزر كبير جدا من جانب الهلال وحتى الرغبة في تسجيل يعني بالشباب التنزاني لانه يكون جيم مميز زي درجة بعيدة. شوفنا مكابي عفوا اللاعب الشباب التنزاني حركته الكنكات قوية جدا 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 جدا. وايضا كرة طلعت مؤكد دي واحدة من الفرص اللي كانت صعبة جدا يعني كرة الشباب التنزاني اللي كانت قبل شوية بتاعت مكاب بتاعت اللي هو اللاعب ده. كلالة يا جماعة الكرة دي لها وتسجلت هدف يعني كان في مكانه تضيع حاجات كثيرة جدا وضيع الكتير من الجهد بالنسبة للهلال في الجيم ده تحديدا. الفرص اللي كانت الهلال كانت فرص كويسة جدا. يعني حتى فرصة موفق صديق لعبها بشكل متميز درجة بعيدة الغرباء اللاعبها بشكل طيب لكن ما بالامتياز اللي انت محتاج جوء عشان تسجيل هدف كانت باردة جدا بالنسبة لمدافع الفريغة التنزاني وبكل سهولة قدر طلعها كان في مكانه الكرة تكون اقوى من كده وكمان تتسجل بطريقة تكون مميزة لدرجة بعيدة شفنا هنا العرضية المميزة جدا 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 لو ما اوفصايد برضو حيكون هدف كان حيكون صعب جدا جدا الناس حست يا جماعة من خلال فرص الشباب التنزاني اللي كانت اقلة او حتى فرص هاي اللي كانت اكتر اللي هي جات ممكن تكون بين نفس المستوى بتاع فرص الشباب التنزاني حست انه هلال لعب في المباراة احسن منها شباب التنزاني وده شي ممكن يكون شوية ابعد من الحقيقة الفريقين عندهم قاد فرص كويسة جدا خلونا بس نعلق على دي شوف 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 اتنين مدافعين اه اللي هو في دينه وكمان حتى طيب عبد الرازق ما في رقابة الاثنين معينه للكورة ركز معي شوية يعني ما في رقابة لللاعب انتو الاثنين بركزين مع الكورة فدي واحدة من الحقيقة اللي هتكون صعبة جدا جدا وكمان ما عمله مع فيستون كلالة يعني لو ما الكورة دي اوفصايد هدف مؤكد انه مسؤولين من الاثنين الارتكازات بعيدا عن مفروض في لعب الوسط اضغط على اللاعب الذي مر او حتى خلاه يفكر بالطريقة الافضل دايما خط الوسط يمكن ما تخلي اللاعب تخليه يمر لكن ما مر بالطريقة الافضل في ضغطك انت عليه فالجزئية دي مهمة جدا 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 بالنسبة للهلال عشان كده عمق الدفاع والتعامل معه مفروض يكون بمستوى افضل من الطريقة اللي اتعامل بها الهلال في المبارة دي اه تحديدا دقيقة 86 بعد ذاك شوفنا طبعا في الوقت ده كان دخل اللاعب عبدالرعوفي عقوب وشوفنا فرصة لعبدالرعوفي عقوبة اللي كانت كويسة جدا جدا الكرة دي جماعة كانت فاول يعني فاول وكرت اصفر كمان حتى ممكن يرتقي لانه يكون فاول يعني قريب من القولو الهامة من دي تلعب بشكل افضل وكان في مكانه يسجل هدف بالنسبة للهلال في الوقت ده تحديدا الهلال بعد ده تخيل معي بعده بيجوه فرصة بتكون يعني صعبة لدرجة بعيدة فرصة كانت سانحة لانه الهلال يسجل هدف في توقيت حاسم لدرجة بعيدة كان في مكانه يحسم حتى التاهل في ملعب الهلال شباب التنزان لسه اه مركز العرضية دي كانت كويسة او حتى اخراج الكرة كان كويس جدا شفناها في الشطة الاول لما كانت تغطية جومان وكان بعيدة تماما من الامتياز الكرة التعبه السريعة شطة تانية شفنا التعامل كان كويس جدا 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 بالنسبة للعرضيات لكن لسه خط الدفاع اللي هو قلوب الدفاع الاتنين ما في الامتياز اللي ممكن كان كبير بالرقم من طيب عبدالرازق ظهوره كان كويس في دينو كان ظهوره كويس بس ما شفنا حاجة افضل من كده ركز معي الغربال فرصة كويسة جدا ليه بالنسبة ليه اللاعب عبدالروفي عقوب يعني ده هدف الهدف الخامس بالنسبة للهلال بضيع في المبارضي فرص كات كتيرة جدا جدا كانت كفيلة بينها تخلي الدفة بالنسبة للهلال او حتى تخلي الكفة بالنسبة للهلال اكبر بكثير والنتيجة يعزز نجوم الهلال في انها تكون يعني اربعة او حتى اربعة مقابل واحد او حتى خمسة مقابل واحد برضو الغربال فرصتان يعني ستة فرص الهلال بضيعة في جيم اعتقد انه حيكون للتاريخ لو الهلال بإذن الله تعالى تأهل الى الدور القادم لانها مباراة هي فتحت الكثير بالنسبة للهلال في انه يمشي لقدام ثقة كبيرة جدا جدا قدموه نجوم الهلال في هذه المواجهة وسقة كبيرة جدا 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 مؤكد انه اسقط مدرب الهلال على لعبته في هذه المواجهة لانه خبرات المدربين دائما بتصار في المباريات الممكن تكون كبيرة شباب التنزاني فريق كبير هلال فريق مؤكد انه يسم اكبر بكثير من شباب التنزاني لكن في النهاية بنقول انه انت بدعايا لمستويات اليوم والهلال مؤكد انه لسه ما تأهل شباب التنزاني عنده الفرص نفس فرص الهلال اللي حتكون في ملعب الهلال زي ما انت ومشيت وفرطت نفسك في ملعب الشباب التنزاني في دار السلام مؤكد انه برضو وسط جمهور الشباب التنزاني الجمهور الكبير ده مؤكد انه برضو يتعندك هنا قاعدة جماهرية كبيرة جدا جدا اكيد ما نفس العدد اللي حيخوفش الملعب هناك فبالتالي فرص شباب التنزاني نفسه فرصك انت في تسجيل الهداف وكل شيء فبالتالي التركيز ومعالجة الاخطاء مفروض تكون بمستوى افضل في المواجهة القادمة ومعه اعتقدون الهلال حيمشي بشكل طيب جدا جدا والشباب التنزاني كخصم بتقابله في دور الهتنين وثلاثين هو خصم ممكن جدا يدفعك انك تمشي ابعد مكان في بطولة دوري ابطالة وفيقي لهذا المنسب لانه كاسم مرعب ولعيبة خطرين جدا جدا وكمان حتى برغبات ودوافع وطموح عالي جدا جدا فبالتالي لما انت تجي تلعب مع الامكانيات دي كلها وتتفوق عليها فبالتالي انت حتكون من مرشحين انك تمشي ابعد مكان في هذه البطولة دي الجزئية الخاصة بابرز اللغطات اللي كانت فيه مباراة الهلال وشباب التنزاني نتمنى انكم قدمنا ما يفيد حضراتكم دايما بشكرككم دايما على حسن المتابعة وان شاء الله دايما تهلمين والأمين شكرا لكم